بساعة السادسة مساء بتوقيت القدس انطلقت قناة العربي اثنان القناة الشقيقة لتلفزيون العربي من العاصمة القطرية الدوحة القناة التي تتوجه لجمهور العربي وللأسرة بكل فئاتها بمواد ثقافية وترفيهية بقالب فني وانتاجي عالي المستوى اشتركوا في القناة ينضم إلينا إلياس خوري مدير البرامج في قناة العربي اثنان من الدوحة أهلا بك أستاذ إلياس نبارك لكم القناة وننتظر بفارغ صبر المحتوى الثقافي الفني الهادف والراقي كما عودنا تلفزيون العربي أستاذ هسام مساء الخير لحضرتك ولكل استاذ المشاهدين أهلا بك حدثنا عن الخطة البرامجية مثل ما حدثت ذكرت نحن نطلق البث لقناة تلفزيون العربي اثنان من حوالي ساعة واربعين دقيقة بنجاح والخطة البرامجية تحتوي على مضمونة متنوع بيشمل عدة أمور من الفن للثقافة للموسيقى للصحة للتجوال والترحال يعني هي باقة منوعة تحتوي على برامج منتجة من قبل التلفزيون العربي لا ترضي كل الأذواك وكل الجمهور العربي والعائلة العربية بمختلف فئاتها العمرية جميل أستاذ الياس من هو الجمهور المستهدف أي الفئات العمرية بشكل عام هل هناك مثلا برامج تستهدف الشباب العربي تحت سن لنقل عشرين؟ نعم طبعا طبعا نحن برامجنا منقسمة لتستهدف العائلة العربية بشكل عام في بعض البرامج التلفزيونية اللي بتاعنا بمواضيع يمكن قد تخص الشباب أكثر مثلا مثل العربي تيك اللي هو برنامج تكنولوجي أو مثلا برنامج ريميكس اللي هو يعيد توزيع أغاني قديمة ولكن بقالب عصري هذه بتخص مثلا الجمهور لشوي الشبابي بينما في عنا كمان برامج أخرى مثلا برنامج دفاف اللي انطلقت في القناة واللي هو برنامج ثقافي ويعنى بكل الفعاليات الثقافية العربية على امتداد الوطن العربي وحتى الفعاليات العالمية اللي ممكن يكون فيها فنانين عرب مشاركين لما أحكي عن الفعاليات الثقافية بعني اصدارات الكتب الأفلام السينمائية اللي بتشارك بالمهرجانات واللي بتفوز بالجوائز المسرحيات عم نحكي عن كمان الفنون الجميلة بشتى أنواعها البودكاست يعني حتى بالبرنامج الثقافي حاولنا أن ندخل بعض الفقرات التي قطهم الشباب مثل فقرة البودكاست ومثل فقرة إصدارات اللي هي فقرة كتب ولكن قطعنا ببعض الكتب اللي هي كمان بتهم فئة الشباب وليس فقط الفئة الأكبر سناً طبعاً في عنا برامج موسيقية مثل برنامج مقامات اللي هو يعني يهتم في الفئة العمرية الأكبر لأنه برنامج يعني بالموسيقى الكلاسيكية وبيستضيف أكاديميين موسيقيين لهم باع طويل في الموسيقى الكلاسيكية العربية وأصوات للأمانة جبارة تنقل هالفن الكلاسيكي للمشاهدين بالإضافة إلى برنامج طرب مع مروان خوري اللي من أدمه بموسم الثالث واللي كمان بيجمع بين الموسيقى إذا بدك الكلاسيكية وبين الأنماط الموسيقية العربية الغنائية الحالية وحاولنا نتناول عدة مواضيع من خلال الموسم الثالث منهم الأحساس الفني المويل الشجن العراقي الموسيقى مثلاً الغربية أو الآلات الغربية في الموسيقى المغاربية وما إلى هناك بحيث أنه يكون برنامج تقدر فعلاً تجتمع حواليه العائلة وتحضره وبيستضيف طبعاً نجوم من العالم العربي من مختلف أكيد من شتى بقال العالم العربي في عنا برنامج صحي برنامج صحتك كمان اللي هو تجربة كمان جديدة لأنه رح يتم التعرف على حالات مرضية في الميزان بتنقل معاناتها الإنسانية مع المرض وتأثير هذا المرض على حياتها العائلية وحياة الاجتماعية والعملية وبنفس الوقت من خلال هالتجارب الإنسانية ننتقل نتعرف على كل جوانب المرض والعلاجات وآخر الأمور أو المستجدات الطبية التي تتعلق بهذا المرض في عنا برنامج وجهات صفر اللي هو برنامج صفر بأدمه مذيعين شاب وفتاة عبد الرحمن وكريستيل واللي بينتقلوا إلى مناطق نائية قد لا تكون معروفة لدى الجمهور العربي تتعرفهم على جمالية هذه المناطق وعلى البعض الثقافي فيها أو البعض الجمالي وعلى أهم طبعا المناطق الطبيعية اللي فيها طبعا بيجوا حلو بحيث أنه كل موزية عنده اهتماماته وعنده توجهاته ومن حيث توجهاته اهتمامات كل موزية نحن منقدر نشوف مروحة كبيرة من النشاطات اللي عم بيقوموا فيها في هذه المناطق النائية وبتعود أكيد للمشاهدين بالتسليل وبالإفادة وطبعا البعض الثقافي دائما حاضر بكل البرامج لأننا نحاول خاطب عقل الجمهور أفكار جديدة يعني لم يسبق طرحة على باقي القنوات سيستمتع بها المشاهد العربي ولكن أيضا المشاهد العربي يحتاج إلى الدراما إلى جرعة من الدراما ماذا عن الدراما في التلفزيون العربي إثنان؟ نعم نحن رح نبتدي طبعا بباقة من المسلسلات والأفلام العربية التي حازت على جوائز عالمية في المهرجانات العربية والعالمية يعني نحن مركزين أكثر على الأفلام المستقلة لقد لا تجد لها منصة مفتوحة تلفزيون مفتوح يعرضها في العالم العربي فحاولنا نركز على هذه النوعية حتى من الأفلام بحيث أنه نحن كمان أولا نعرضها للجمهور العربي بما تحتويه من مضمون حلو ويحمل الرسالة بأغلب الأمرار بيكون فيه رسالة من وراء وليس متعلق إذا بدك بالإبهار الفني والتقني وموضوع الأكشن لبل بقصة ومعاناة إنسانية أو بقصة إنسانية ممكن تستخلص منها عبر وطبعا فإذن كلهم بمهرجانات عالمية وعربية وبحيث أن يكون كمان في تسليط ضوء على المخلجين العرب لحتى كمان ينقلوا أعمالهم إن كانت أفلام روائية طويلة أو حتى أفلام وثائقية طويلة عنا مثلا نحن نبتدي هذا الأسبوع بفيلم واجب وعنا الفيلم الوثائقي حق الخبزات كمان اللي هو إنتاج سوري لبناني كمان بيعنا بموضوع اللاجئين السوريين في لبنان ومعاناتهم بحيث كمان نحن نقدر نسلط الضوء كمان على هالحالات الإنسانية وهالمواضيع الإنسانية فدائما نحن نسعى لنقدم مضمون فريد يمكن ما منشوفه على القنوات التانية لأنه نحن ما منبغى أنه نلحق الترند مثل ما بقولوا نحن حبيد أنه يتوفي عنا توجه خاص فينا فريد تماما هذا ما عتدنا عليه نتمنى لكم كل التوفيق ونبارك لكم مرة أخرى شكرا لك إلياس خوري مدير البرامج في قناة العربي كنت معنا من الدوحة شكرا لك شكرا شكرا أخي